السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائلات طلبات وطالبات. وابليه امر الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة محافظة الاسكندرية من ملحق كتاب صفحة مية وتمانية بدايتها من صفحة مية وتمانية والجزء الاول معي خاص بيه الاستماع استمع واختر. ده قريقة انصر اللي اجابة الصحيحة بيجيب لي فكرة باستمع اليها. ومن خلال المعلومات اللي وردت عندها في الفكرة ببدأ اجاوب على اربع سئلة اختيرات. لش انتم سمعوني كده? الفكرة بتقول ايه? اللي هما رجال الاطفاء بيرتدوا ملابس خاصة. اثناء العمل ايه? بتاعهم. البنطلون والجاكت اللي هما بيلبسوه مصنوم المادة خام بتحميهم من الخطر من النيران يعني. يعني درجة الحرارة العالية جدا كمان بتحميهم من درجة الحرارة العالية اه الخطيرة. اللي هي الخوزة بتحمي رجل الاطفاء. وكمان العينان من النيران. وكمان القفازات او الجوارب اللي هما او القفازات او الجوارب الجوانتيات اللي هما بيلبسوها في ايديهم بتحمي ايديهم. تمام? بيقولي هنا بقى اي? السؤال رقم واحد. ايه الملابس اللي هما رجال الاطفاء. بيرتدوها. بيلبسوا ايه? بيلبسوا جاكت ولا تراوزرز بانطلون. ولا هيرمت ولا خوزة على رأسهم كده. طبعا كل ده بيلبسوه. رقم اتنين. الجاكت والبنطلون بيحموا الرجال الاطفاء من ايه? من درجة الايه? بيحميهم من درجة الحرارة. ولا من الشمس? ولا من الرياح? ولا من الضوء? طبعا بيحميهم من من درجة الحرارة. رقم تلاتة. ايه اللي بيحمي الرأس بتاعة اه الرجال الاطفاء? الجاكت هو اللي بيحمي رأسهم? ولا البنطلون? ولا اهلمت اللي هي الخوزة? ولا اللي هي الكفازات? طبعا اللي بيحميهم من اه او بيحمي الرأس عندهم اللي هي الايه? خوزة? اهلمت. رقم اربع هو يدو اذا اه اذا فاير فايترز وير جلافز. اللي هما بيرتدوا الكفازات عشان يحموا ايه اللي هي اللي هي الرأس? ولا ايز العينين? والهندس اليدان? ولا النار? بيحموا ايه? بالكفازات اللي في ايديهم طبعا بيحموا هندس او ذير هندس الايدي. الجزء الخاص بعد كده بالمحادسة والحوار. يقولي هنا كمبريت اكمل اذا فولم دالو. الحوار التالي. ايمن وانس تو باي ا نيو جاكت. يريد ان يشتري جاكت ايه? نيو يعني جديد. فور اسبيشل اوكيشن. لمناسبة. لمناسبة خاصة. هنا شوك كبر صاحب الايه? صاحب المحل. وايه ايمن? صاحب المحل بيقوله هلو? كان اي هلبيو? ممكن اساعدك او اقدر اساعدك? طبعا هنا هيبدأ يقوله ايه? هو عايز يشتري جاكت جديد. طبعا هيقوله الايوة. انا عايز اشتري جاكت جديد. يبقى ايس. انا ببحث عن جاكت لمناسبة ايه خاصة. يبقى ايس? نعم? 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 ايام? لوكينج فور يعني انا ابحث عن على جاكت. فور ايسبيشال اوكيجن. فور ايسبيشال اوكيجن. لي الايه? لي مناسبة خاصة. سبيشال اوكيجن. هنا اه صاحب المحل قال له ايه حاجة? قال له عايز حاجة وسعة? لكن سمارت يعني انيك. حاجة وسعة وتكون انيكة. تمام? يبقى ايه بقى نوع الجاكت اللي انت تحبه? what kind of jacket? would you like? what kind? of jacket what you like? what kind of jacket? would you like? ينوع الجاكت اللي انت تحبه او تريده? قال له نعايزه واسع واميق. هنا بيقوله we have this black jacket or that blue one in the window. اه ويندو هنا يقصد بقى هنا الفاترينة بتاعة المحل في واحد لونه اسود واحد لونه ازرق. قال له can i try it on? ممكن انا اتجرب ده. هنا شوكيبر قاله of course بالطبع. طبعا هيقول له ايه? غرفة الملابس او تغيير الملابس هناك. يبقى that changing room is over there. that changing? ليه غرفة تغيير الملابس is بتكون over there. بتكون هناك. تمام? قال له ايه? what do you think? يعني هنا بقى بدأ يقول له ايه? what do you think? طب ايه رأيك? ما ستعتقد ايه رأيك فيه? وسأله سؤال قال له yes it fits perfectly. ده هو ملاب ايه? ملاب او مناسب تماما. مناسب تماما. طبعا هيقول له ايه رأيك? بسأله كده سؤال. هو بيقول له بقى ايه? هل هو لايء لايء علي او مناسب لي? يبقى does it fit? does it fit? هل هو مناسب او لائق? قال له ايه مناسب تماما. هنا ايه ما قال له ايه? thanks for your help اشكرك ليه مساعدتك. وقال له ايه? طبعا طالما اشكره هيقول له ايه? العفو يبقى you're welcome. you're welcome. يعني الايه? يعني العفو. جيب لي هنا صفحة مية وتسعة بيقول لي هنا reading comprehension كراءة القطعة read the phone. اقرأ التالي. then answer the question. ثم اجيب على الاسئلة. ايجبت is famous for grown crops. مصر مشهورة بزراعة الايه? المحاصيل. to make material عشان تعمل منها مواد خام. the ancient they also used to or used the plants to make uh baskets. وكمان هما استخدموها في صنع الايه? الملابس. وكمان استخدموا النباتات ديت في صنع الايه? استلال. today اليوم ايجبشن كطن. القطن المصري is famous. بيكون مشهور all over the world. في كل انحاء العالم. because because كطن لان القطن from Egypt من مصر is very good جيد جدا. it is oven used to make luxury clothes. بيكون مستخدم في صناعة luxury. luxury clothes ملابس فخمة او فاخرة. and things. اشياء for home. للمنزل. many people عديد من الناس working in cotton industry. في صناعة بيشتغلوا في صناعة القطن. from farmers. من المزارعين to people making or selling clothes. المنابس الناس اللي هي بتصنع وتبيع الملابس and material والمواد الخام. the climate المناخ and soil. والطربة اين ايجبت? في مصر? are perfect for growing آآ كطن. بتكون يعني ملائمة لزراعة الايه? زراعة الكطن. from the mile. المياه من النيل is still used for crops. بتكون مازالت بتستخدم في زراعة الايه? او للمحاصيل. بتستخدم من المحاصيل. all the كطن. كل القطن is picked by hand. بيتم جمعه والتقاطه عن طريق اليد to keep it soft عشان يحافظوا عليه في ضناعة. when you grow cotton. لما تزرع القطن is uses or it uses a lot of water. بيستخدم كتير من الايه? المياه and chemicals والمواد الكيميائية. انا والان. the government اللي هي الحكومة. is trying to help farmers. بتساعد الفلاحين وبتحاول نيها تساعد الفلاحين. to protect the environment. ان هما يحمل ايه? يحمل بيئة. and useless weather. ويستخدم مياه ايه? اقل. يلا نشوف كده. الجزء الخاص به الاسئلة. اجيب اسيتابل طايتل. يعني ادي عنوان مناسب او تونزة بس للفكرة. عايزين عنوان مناسب للفكرة. هنقول هنا ايه? الفكرة دي اصلا بتكلم عنه القطن مصري. يبقى ذي اجيبشن كطن. ذي اجيبشن كطن اللي هو القطن الايه المصري. رقم اتنين هو كان the government protect the environment. ازاي الحكومة بتساعد في حماية الايه? البيئة. بتحاول ان هي تساعد المزارعين ان هما يحموا الايه? يحموا البيئة. وكمان بيستخدوهم يا هي اقل. تمام? يبقى the government اللي هي الحكومة. يعني بتحاول ان هي تساعد الفلاحين. بتحاول ان هي تساعد الفلاحين. عشان يحموا ايه? ان هما يحموا ايه? البيئة. ان. ان. ويستخدموا مياه اقل يعني ايه? بيستخدموا وضع مياه اقل. وضع بيستخدموا مياه اقل. بعد كده السؤال رقم تلاتة بيقول لي ايه? عندي مغزم مغزم ملابس المصرين الخدماء مصنوعة من ايه? طبعا بتكون مصنوعة او كانت مصنوعة من الكتان يبقى ذي اللي هي الملابس يعني كانت مصنوعة من لينن مصنوعة الكتان. سؤال رقم اربع بيقول لي هنا كلمة او الضمير ذي بيشير الى ايه? الى الكتن ولا ولا الكتان ولا ولا المصريين الكدماء ولا المحاصيل. طبعا بتشير الى ايه? المصريين الكدماء. رقم خمسة الكتن مصري يكون باد سيء جدا بور فقير جدا هوربول برضو فضيع او سيء ولا جيد ولا جيد. طبعا بيكون جيد جدا. رقم ستة بيقول لي هنا ايه? نقط ايه بقى بيكون ملائم لزراعة الكتن في مصر? المناخ ولا اللي هي الحكومة? ولا ولا الصناعة? ولا الناس? طبعا المناخ بيكون ملائم لزراعة الكتن في مصر. نيجي بعد كده للجزء الخاص بالاختيرات. بعد كده الجزء الخاص بالاختيرات والسؤال رقم واحد بيقول لي هنا نقط سيء لأسنانك. سيء للأسنان. شجر اللي هو السكر. ولا صوت الملحة. ولا البيض سيء للأسنان. ولا في الخضروات. طبعا اللي سيء للأسنان وهو السكر. رقم اتنين ده بالاسباني. تقدر عايز يقول بقى تقدر تترجمه لي ده باللغة الايه? الاسبانية. تقدر تترجمه لي تست يعني يتزوق. يقول يترجم. ولا يضيع او يهدر او فضلات او نفايات طبعا تقدر تترجمه لي. رقم تلاتة. الاخت الصغيرة نقط سويتز الحلوة. دايما دايما بتريد ان هي تأكلها. طبعا ما دايما يبقى هي اي يعني سيء يعني مدمنة للحلوة ولا لايك بتحبها ولا دون لايك يعني لا تحب طبعا هي بتكون مدمنة ودايما بتحب ان هي تأكلها. السؤال رقم اربعة هنا صفحة مية وعشرة بيقول هنا الشربة او الحساء او الحساء بتكون باردة. شالوي نقط يعني يضيف يعني يعني يقطع يعني لي. هيت يعني يسخن. طالما الشربة بردة ممكن ان انا سخنها. رقم خمسة. الفستان بتاع بيكون ايه? متضمر او مقطوع كده. سؤال زلك. نقطت. عملت له بقى ايه? يعني اللي هي بتخيطه. يعني يطبخ او يطهو. ولا سيرفنج اللي هو تقديم او بيقدم شيء. ولا اللي هو التمسيل. طبعا ما امطي بتعمل ايه? بتعمل ايه? بتخيطه. رقم ستة انشان انجيبشنز. المصريين القدماء ما بيرتدوش الاحزية. ارتدوا ايه من الجلد? جينز? بانطالون جينز? ولا بوتس اللي هي الاحزية اللي برقبة دي? ولا آآ او الحزاء اللي هو الرياضي الصندل مصنوع من الجلد? طبعا صندل الحزاء الصيفي المصنوع من الجلد. رقم سبعة بيقول لي هنا ايه? نقط دي بتكون معدة ذات بتحول ضوء الشمس للقهرباء. بتحول ضوء الشمس وتحوله للقهرباء. ده اسمها ايه بقى? موبيل الواح الطاقة الشمسية. ولا موتور بايكس اللي هي الموتوسيكلاد. ولا ايه كمان? ولا كمبيوترز الحاسي بالقالي. طبعا ايه المعدات اللي بتحولوا آآ ضوء الشمس. ليه? آآ بتحول ضوء الشمس للقهرباء اللي هي الواح الطاقة الشمسية. بيلي هنا رقم تمانية. بليز دونت بوت نوات سولت ان ماي فود. اي دون لايك ات. من فضلك ما تحطش كتير من الملح في الايه? في الاكل بتاعد انا ما بحبهوش. سلط الملح. لا يعد. ميني مع الاسماء اللي التي تعاد? قافيه مع الاسماء اللي التي تعاد يبقى ايني? ما تحطش اي ملح. بيجي اللي معا النفر. يقولي هنا ايه? رقم تسع. انا استطيع انقرى صحوب سوداء يبقى جايب لي الدليل اهو. عندي دليل. ايه؟ يبقى ايت معاها ايم? هتومطر بلي الدليل. يبقى ايه ام او او اور ار و مصدر. بعد كده استقر الرقم عشرة اونلاين. لو الجامع تسوق عبر الانترنت المحلات في المدينة بتاعتنا. هتعمل ايه? طبعا. عندي هنا ايف اف ريون يتسوق. هنا افرون بتعامل مع عاملة المفرد عشان كده جاب لي هنا بتاع الايه المفرد. عايزة بعد كده الجملة اللي بعدها والايه والمصدر. يبقى والكروز سوف تغلق. الجزء الخاص بتاع صحيح الخطأ. بيقول لي هنا ايه? نقط صلات. صلات اللي هي الصلاتة. الصلاتة لا تعد. يبقى عايزة قليل مني الاسماء لا تعد. هدي بقى ايه رقم اتنين نقط. تكون قادر على اه بالموسيقى. انت تكون قادر على. يبقى عندي كلمة وبعدها المصدر. ومع ايه بتاخد ايه من ام ولا ايش? والله ار. يبقى ار. تساعد كده في الموسيقى. رقم اه تلاتة الفساري الجميل. طبعا هو ايجاب لي هنا از. بيتكلم عن مفرد. جديتي عملته لي. يبقى طالما ايجاب لي هنا بتكلم عن مفرد. يبقى ده اللي هو الفستان اللي جديتي عملته لي. رقم اربعة هي وجايب لي هنا هو يعرف كيف يستغمر كمبيوتر. تمام? يبقى عندي هي معاه الفعل معاهي يعني يعرف وبعد كده بقى هاو وبعدها توقع المصدر. يبقى هاو تو يوز. هاو تو يوز كيف يستخدم الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر.